اشهد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمستوى التطور الذي وصلت اليه العلاقات والتنسيق والتعاون المشترك بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة على جميع المستويات لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين وبما يحفظ الامن والاستقرار في المنطقة جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله في قصر الاقضابية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعدت الفريق الروكنذياب بن صجر النعيمي رئيس هيئة الاركان مع الفريق السير جون لوريمير كبير مستشاري الدفاع للشرق الاوسط بالمملكة المتحدة حيث تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والتطورات الاقليمية خاصة ما يتعلق بالامن والاستقرار في المنطقة